طيب طالماً بتكلم على الإيمان كلمنا عن لأنه كنا متحدث أنا وياك كنت بتحكيلي عن أنواع الإيمان بالزبط في الإيمان العقلي اللي مجرد أفكار تمام ده إيمان ميت لأنه ما بيعملش تأثير في حياتي وفي إيمان تاني نوع تاني اسمه الإيمان الشيطاني وناس تستغرب والشيطان عنده إيمان آه عنده إيمان بيؤمن أن الله موجود ما هوش ملحد على فكرة بيؤمن أنه فيه عقوبة ونشوف الآيات دي وندرسها طبعاً وبيقشعر يعني بيتأثر فممكن الواحد يبقى عنده مشاعر وعنده حقائق لكن ما فيش حمل في بقى الإيمان الديناميكي أو الإيمان الحي ده اللي بيشمل الإرادة وده اللي بيغير الحياة فهنتكلم عنه من التفصيلات طبعاً أعايز بس أوضح أهمية الإيمان ده لأنه ده الحلقة اللي بتوصلني لله فلو الحلقة دي مش موصولة كل حاجها تقع دعم بس زي ما أؤكد مرة واثنين وحضرتك أكدت على الحقيقة دي إن الإيمان مش أعمى مش معميات ومش الإيمان إيه يسموها إيه جود أوف جابس إيه جود أوف جابس دي لما يكون حاجة مش عارف لها أقولك خدها بالإيمان لأ لأ ده الإيمان ده بيوضح الحقائق بيفهمني الحقائق والحقائق دي مبنية على كلمة الله ففي الشاشة اللي قدامنا بيتم خلاص الإنسان الخاطئ بوسطة الإيمان فشوف قد إيه هو مهم ده هو دي وسيلة الخلاص فلازم أخلي بالي منها وأدرسها نعم والآية اللي موجودة في قفة 2 بالنعم أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد فهو مش أنا هبتدي أجاهد أجاهد فوصة لله الإيمان المسيح بيقول الله وصلي ما ده الفرق بين المسيحي والسائر الأديان بالزبط إنه في المسيحي الله هو لأخذ المبادرة أنه يجل الإنسان بالزبط لأن أنا لو حاولت أوصل لله فيه جاب بيني وبينه فيه فجوة الفجوة دي أنا كل ما هحاول أوصل هقع في الخطيئة فمش أوصل فالحل أن الله القدوس يأخذ جسد بلا خطيئة وبلا ملامة ويدفع تمن خطيئة ويعمل لي الكبر ده اللي أقدر أعدي عليه من موقعي اللي أنا فيه وهو الخطيئة إلى موقع القداسة اللي فالله وده يحصل بالإيمان بالثقة في حدث تاريخي مؤكد حصل لما بنكتب تاريخنا كل يوم بنؤكد ميلاد المسيح من وات إيفر التاريخ اللي احنا بنكتبه تمام فالإيمان هو وسيلة للخلاص كمان مش بس الإيمان وسيلة للخلاص ده الإيمان ده أنا بعيش به كل يوم فيجب على المؤمن أن يسير بالإيمان نحن نعيش بالإيمان لا بالعيان فيعني إيه يعني بالإيمان لا بالعيان يعني بثق في الله الغير منظور أنه بيقود حياتي ولازم أكون in tune with him يعني مظابط الموجة بتاعتي عشان أسمع صوت الله في حياتي من خلال الكلمة المقدسة وأقدر أتقدم لأدام فالإيمان مهم جدا جدا عشان أنه مهم لازم نخلي بالنا من وجوده في حياتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر